أهلا وسهلا بكم جديد الحمد لله على كل هال الحمد لله بنئمته تتم السالحات كما كنتم تشاهدون أيها الإتوى هذا واحد من طلبات الوهابية أو من أطباء الوهابية إنه زم الزكرة وأهله وحتى يعني يرد على أصحاب الزكري مع أن الله سبحانه وتعالى وتعالى مده الزكرة وأهله الزكري سكال كل قلب الزكري سكال كل قلب من كان له ريل ومرض القلب إذا وازب على ذكر الله إن شاء الله يكون قلبه سليم يكون قلبه سليما الزكر دواء لأمراض القلوب من كان له مرض القلب إذا لازم ذكر الله إن شاء الله يشفي من هذا المرض قبل أن أرد عليه ردا إربيا يمكن أن أجعل لكم مقطع التي التقيت بها يعني على فيسبوك كما يقوله هذا الوهابي حول أهل الزكري والذكري هروا معكم إن شاء الله عندما نقول لهم يا أخوات اتقوا الله ما تقومون بالغلط تقولون حنا نتعبد الله حنا نتقرب إلى الله بهذه المشكلة نقول العبادة بكل متعلقاتها توقفها على ماذا هذا الدليل الشرعي الصحيح الصريحي فكل عبادة ليست متعلقة بدليل شرعي صحيح وصريح ليست بعبادة وهي قتال يروا معنا عبد الله بالمسجد رضي الله عنه دخل المسجد ووجد أناس متحلقين بدوائر وفي المنتصف رجل يقول لهم قولوا سبحان الله ثلاثة مردى والحمد لله بصوت مرتفع مثل هذا المقطع فقال لهم عبد الله بالمسجد رضي الله عنه لأنتم أهدا من أصحاب رسول الله أو أنكم ألا ضلالة ما في خيار ذلك هذا الفعل لم يتعله الصحابة وأنتم تفعلونه هل أنتم أهدا من الصحابة لا أي والوهابي إما كنت جاهلا مركبا لا تعرف سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إما تتحدث عن هو النفس حلق الزكري قد وردت الأحادث الصحيحة من النبي المتواترة من النبي على حلق الزكري الزكري يعني جلوس هذا أمر سابط في الدين لا يجحل هذا ألا وهو ابن القيم الجوزية ابن القيم الجوزية مشهور معروف عند الجميع عند أهل الإلمي ذاكيلا ابن القيم الجوزية عند تات القليل هو واحد من تلاميذ ابن تيمية الحران وهو الذي ولف هذا الكتاب وسنفه حتى سماه مئة فائدة من فوائد الزكري حقيقة للذكر فوائد كثيرة منها من لازم ذكر الله يكون قلبه سليما أين لك هذا من أين لك الدليل على أن الذين يجلسون في المسجد أو في البيت يذكرون الله ويتحركون أجسامهم هذا ليس هناك دليل أو حديث من حديث النبوية أين لك دليل وخدية على ذلك الحقيقة إذا طالت هذا الكتاب مجالس الزكري أمر معمور من الله ورسوله يقول مسنف هذا الكتاب ابن القيم الجوزية تحدث عن مجالس الزكري فتح بابا فقال مجالس الزكري جاء في أهاجيث كثيرة إن ابن القيم الجوزية يقول جاء في أهاجيث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآل وسلم مده مجالس الزكري وهذا الزكري الذي يقومون به هؤلاء كما كنت تقول هذا ليس له أصل في الدين ما فعلت السحابة ولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا كذب من تلقائك وهذا افتراء الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منعه قال ابن القيم الجوزية جاء في أهاجيث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مده مجالس الزكري وأثناء على أسهابها اذر إذا كنت لا تعلم يا قبي يا وهابي إذا كنت لا تعلم فدل الزكري وفديلته يعني هنا يؤلمك واحد من علمائك الذي يسمى ابن القيم الجوزية هنا يؤلمك أن النبي كان أثناء على أصحاب الزكري أثناء عليهم وهؤلاء الناس الذين يذكرون الله ما أعطوا بالبريع إنما ليسوا من أهل البريع ليسوا ماذا ليسوا من أهل البريع إنما هم على السواب إنما هم على السواب هناك بعض من السهاب اسمه أهل السفا هناك أهل السفا هؤلاء السهابة دائما لزموا أو يلتزمون المساجد أو المسجد دائما لا يفترون دائما ليلة ونهارة عمالهم ليلة ونهارة ذكر الله والنوافل والتصبيح والتحميد والتمجيد وما إلى ذلك تكلوا عن كل شيء تكلوا عن زينة الدنيا وما فيها وهم آووا إلى المسجد هم أهل الزكر وما منعهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك إذن يقول شيخكم ابن قيم الجوزية أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أصحاب الزكر فوصفها بأنها رياض الجنة أن مجلس الزكري وصف النبي مجلس الزكري بأن هذا المجلس روج من رياض الجنة وأن الملائكة يلتمسون هذه المجالس ابن القيم الجوزية يقول الملائكة يلتمسون أن يطلبون أمثال هذه المجالس أي مجالس هذه مجالس ذكر الله هذا حرد من مباروة إليك أيها الوهابي إن ذكر الله سبحانه وتعالى سقال لمرض القلوب سقال لكل قلب نحن الصفية أطباء الطريقة التجانية لأن نأحل الزكري ليلا ونهارا أمرنا مولانا شك أحمد التجاني كل يوم الجمعة بعد سلاة الأسر أن نجلس ونذكر الله تبارك وتعالى بدون قيد ولا أدت معروف عندنا وعند الأولمة أن الكيامة قد كربت اقتربت الساءة ونشك الكمر والكيامة تقوم يوم الجمعة لكن لا ندري في أي جمعة تقوم الكيامة لذلك أمرنا الشيخ تجاني أن نجلس في كل يوم الجمعة بعد الأسر نقوم بذكر الله سبحانه وتعالى بالحيلة لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبت الحديث الصحيح من النبي أن الناس يحشرون على ممت عليه يحشر الناس على ممت عليه إذا مات الإنسان وهو يذكر الله سبحانه وتعالى فما هو الجنة فما هو الجنة فما هو الجنة من كان أول كلامي لا إله إلا الله وآخر كلامي لا إله إلا الله ده كذل جنة إذن أيها الوهابي أمل هؤلاء الناس أمل محمودة أمل مستحسنة أعمال كير ذكر الله أفضل من كل شيء أبدل الذكر لا إله إلا الله أبدل الذكر لا إله إلا الله الناس بالحلق يذكرون الله حتى أنت ترى أنهم مجانين ترى أنهم مجانين لا 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 ليسوا بمجانين إنما المجنون أنت لماذا لماذا أيها الوهابي ألماءكم وتلاميذكم وصفهاءكم لا يريدون أمل الكير لا يريدون أعمال الكير إنكم أيها الوهابية تعمرون بالمنكر ولا تعمرون بالمعروف ولو يدعوا إلى دار السلام وأنتم أيها الوهابية تدعون الناس إلى دار البوار إلى دار الهلاك إلى النار كل من تبع دين الوهابية إلى النار يدعو الناس إلى النار وهو أول إنسان في تاريخ آلم الإسلام قده جانب النبي ومنع الناس عن زيارة رسول الله لما كان في كلبه من شهناء وبقده لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم كليفته الذي اتبع أثره بعده عبد الوهاب الذي رفع أساو رفع أساو إلى السماء فقال أسايا هذه كير من محمد أسايا هذه كير من محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذن أيها الوهابي ليس لك حجة وليس لك دليل على هذه القول أو هذا القول الذي تقوله يعيو الوهابي إن أمثال هذه المجالس ملتمسة عند الملائكة الملائكة يلتمسونها ليل ونهارا والنبي أثنى على أمثال هذه المجالس وأثنى على صاحبها إذن لا نفطر أبدا ولا ننقط أبدا على هذه النهج البسيطة على هذا النهج البسيط على هذا السبيل الواسع على نهج محمد فإن قلت حلزل ورد نهج محمد نقول نعم وردنا لنيل سفا إذن أيها الأمة هذا واحد من أتباعي ابن تيمية ومن تلاميذته أتى وهو يزم الزكرة وأهله لذلك لما التقيت بمكتة يمشي أبر فيسبوك حممت أن أرد عليه ردا علميا في كتابهم بلغة العربية إذا رأينا مكتة للوهبية يدلون الناس أن سواحي السبيل لابد أن نرد عليهم ردا علميا لأن هناك بعض الأوام في الأرب الذين لا يعرفون الكتابة إلا أماني الذين لا يعرفون الدين ولذلك لو كان الإنسان عربيا تحدث بالعربية نانو لسنا بالأرب الأعجام نانو الأعجام الأعجام ولكن تعلمنا العربية هنا أمام ألمائنا في نيجيريا ونستطيع أن نتحدث بها ونستطيع أن نقدم الموئدة بلغة العربية وكل من أعرف شيئا ثم ختمه ألجم يوم الكيامة بالإجابة من النار ولذلك إذا رأينا أمثال هذه الفتنة فتنة الوهابية الوهابية فتنة بين الناس الوهابية فتنة بين الناس انظر هذا الوهابي أنت قبي أنت قبي أنت لست متمسكا بسنة رسول الله في السعودية مملكة العربية السعودية ترى بعد الأمر يترقصون مع النساء وأنت ما خرجت على فيسبوك على فيسبوك فتقول هذا حرام ولكن الناس في مجالس الزكر يذكرون الله تقول هذا ليس بسنة رسول الله ليس لك هجة وليس لك دليل على ذلك ولذلك أتيناكم بكتاب علمائكم هذا الكتاب مسنفه ابن قيم الجوزية هو الذي ثنفه حول ذكر الله والمجالس والمجالس الزكر موجودة في قتب الإسلامية لاجناها على اجتماع الناس في المسجد أو في بيت من بيوت الله يتدارسون بينهم ويذكرون الله يعني لا بأس على ذلك إن كان هناك حديث أو آية من آيات القرآنية تمنع الناس عن ذكر الله هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين هاتوا برهانكم أيها الوهابي أنا محمد المجتبى السوفي التجاني الإبراهيمي الفايدي من نجيريا أتحدث معكم بالعربية أنا معكم إن كان لكم هجة إن كان لكم برهان إن كان لكم آية إن كان لكم حديث الذي يمنع الناس يمنع أن الجلوس ببيت من بيوت الله أو بمسجد من مساجد الله يتوني به إيتوني به إن كنتم صادقين إيتوني به إن كنتم صادقين هدا كتابكم هدا كتابكم هدا كتابكم هذا ليس بكتاب السوفية ليس بكتاب شك تجاني وليس بكتاب شك أبد القادر ديلاني وليس بكتاب إمام القزالي إنما الكتاب لبد القيب الجوزية إذن داني أن أجعله مرة ثانية سنستمر بالرد إن شاء الله فقالوا يا عبد الله المسعود نحن نريد الخير فقال لهم كم نريد للخير لم نجده فالعبادة ما أحس أظن على الأهواء العبادة متعلقة بالنص الشرعي توقيفية على الغرآن والسنة إذن قلتم لا نبي دليل شرعي من الكتاب ينهان عن هذا الفعل أقول أبشر قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرع وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين وش معنى ودون الجهر يعني الصوت اللي تسمع نفسك بس ما يحتاج لجنبك يسمعك استغفر الله سبحان الله والحمد لله هكذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أخبرنا قرآن أولا وهكذا أخبرنا النبي وهكذا فهم الصحابة وفهم منهم السلف الصالح الله سبحانه أيها الوهابي تدعي على أن ذكر الله باللسان بالتجهير بالجهر هذا ممنوع في الشريع أنت جاهل مركب أنت جاهل أنت جاهل مركب أيها الوهابي قرأت آية القرآن قرأت آية القرآن وأنت لا تعرف معناها قرأت آية القرآن أيها الوهابي وأنت لا تعرف معناها لو أردت معنا هذه الآية لما قرأتها لو أردت معناها لما قرأتها هل تنسى آية غير هذه هل تنسى آية غير هذه التي يبين الله سبحانه وتعالى ويعمر إباده بالذكر بالذكر جهرا لا بالله يعني لا 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 الذين يزقون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في كالك السماوات والأرض ربنا ما كانك به هذا لا تعلم آية التي يأمرنا الله تبارك وتعالى بالذكر كذكر كذكرنا آبائنا كذكرنا لآبائنا يقول الله تبارك وتعالى حول الذكر جهرا فإذا قليت مناسككم فذكر الله كذكركم آبائكم أو شد ذكر أليست هذه آية القرآنية تأمر الناس بالذكر جهرا برفع الصوت بالذكر جهرا كذكركم آبائكم أو شد ذكر يعني أذكر الله بالجهر كذكركم آبائكم أو شد الذكر أليست هذه آية القرآن؟ حتى الذين ترونهم أيها الوهابية يتهركون أجسامهم إنهم قنوا في ذكر الله حتى نسوا أنفسهم إذا قنى الإنسان في شيء ينسى نفسه بنفسه إذا قنى الإنسان في العبادة ينسى نفسه بنفسه حتى لا يرى نفسه أنتم أيها الوهابية لا تعرفون إلا الزواهر لا تعرفون إلا الزواهر ليس لكم زوق ما زقتم العلم إلا إلما واحدا العلم علماني علم في الكلب وذلك النافع وعلم على اللسان وذلك هجة على ابن آرما أنتم الوهابية لا تعرفون إلا إلما اللسان لا تعرفون إلا الزواهر لا تعلمون إلا الزواهر الزواهر فقط يا أيها الوهابية إن كنت لا تعلم إن كنت لا تعلم حتى في قطب علمائكم هناك حيء يسمى الفنا تكلم الأولماء حول الفنا حتى ابن تيمية تحدث عن الفنا في كتابه مجموع الفتاوى وحتى تلميزه ابن القيم الجوزية تحدث عن الفنا في كتابه المسمى مدارج السالكين لكن قبل أن أشرى في هذه المسألة داني أن أنتهي بهذه القديمة الزكر جهراً الزكر الله جهراً هل في مشكلة في مشكلة وهل لم يثبت من العلماء لن يثبت الزكر جهراً عند العلماء وبالدين هذا لن يثبت بالدين نماشي إلى هذا الكتاب هذا كتاب علمائكم ابن القيم الجوزية يقول بهذا الكتاب لا حرج ولا دناها ولا دير أن يذكر الله أن يذكر الإنسان الله جهراً باللسان بارتباع الصوت مشكلة ما فيه ما فيه مشكلة الزكر يكون باللسان أفضل أن يكون الزكر بالكلف أيها يقول ابن القيم الجوزية مسبطاً مسبط الدليل على ذكر الله باللسان يقول ويقول الإمام القطبي بتفسير قوله تعالى فاذكروني أذكركم وأصل الزكر التنبه والتنبه بالكلف وتيقظ له وسمي الزكر باللسان ذكر اسمع سمي الزكر باللسان ذكر لأنه دلالة على الزكر الكالبي غير أنه لما قصر إطلاق الزكر على القول اللساني ساره السابق للفهم وهل يتأتى للإنسان أن يخلو في بيت يذكر الله ويجهر أو هذا ممنوع في الشر ليس ممنوع يمكن يمكن اجتماء الناس في البيت يرفعون أصواتهم يرفعون أصواتهم بالذكر هذا ليس بشيء فيه دلائل كثيرة فيه ماذا دلائل كثيرة في الأهاديث والآية القرآن والآية ماذا والآية القرآن وابن القيم للجوزية قال في هذا الكتاب وهو يحقق ويثبت الدلائل على أن الزكر باللسان جهن ليس بدا أمر معمور من الله سبحانه وتعالى يقول إبام القزالي رحمه الله الزكر على أرب إمارات الأولى الزكر اللسان فقط أين وجدت عيوى الوهابي ألا يجتمع الناس لا يجتمع الناس في البيت يذكرون الله أين وجدت هذا أين لك هذا يا قبي أين لك هذا يا وهابي إنكم لا تمنعون أمراءكم عن الترقص حتى في المساجد والناس كانوا فيه لك الزكر يذكرون الله وتقول هذا ليس بسنة رسول الله أين لك هذا يا قبي أين لك هذا يا قبي أين لك هذا ليس لكم أي حجة ما فيه حجة ما فيه دليل إلا الكلام بأفواهكم فقط من قال كون رب عليه بالدليل لا يستطيع الإنسان أن يهرم شيء إلا هرمه الله ورسوله التهريم ليس لك وليس لي إنما التهريم لله ولرسوله إذا قلت شيء عليك بالدليل ذكر الله جهرا أمر معمور أمر سابت في القرآن والسنة وليس هناك آدم من الأولما يستطيع أن يمنع ذلك فإن الله لن يمنع الله الذي يعملنا بالذكر جهرا نذكره نذكره كذكرنا لأبائنا فإذا قلت مناصقكم يعني فإذا قلت يعني بأماد الحج مناصق الحج أذكر الله أذكر الله كذكركم أبائكم كما أنتم تذكرون أسماء أبائكم أذكر الله كثيرا كما كنت تذكرون أسماء أبائكم يا إمراهيم يا موسى يا إيسا يا مبارك يا محمد يا خليل أذكر الله كذكركم أبائكم 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 إذن يقول الإمام الغزالي كما قال إبن القيم الجوزية الذكر على أربع إمارات ذكر اللسان فقط والثانية ذكر الكلب مع اللسان تكلبا والثالث ذكر الكلب نبأ وحضوره مع اللسان من غير تكلب هذا قول إمام الغزالي حول ذكر الله جهرا إذن مشكلة ما في مشكلة ما في أن يذكر الإنسان الله جهرا إذن أيها الوهابي أيها القبي أيها الجاهل مركب ألا تعلم الفنا لا تعلم ما معنى الفنا هؤلاء الناس أيها الإجوة داني أن أجأل هذه المقطع مرة ثانية لكي تشاهدون مرة ثانية ثم أستمر إن شاء الله تشاهدون تشاهدون يا أخوان اتقوا الله ما تقومون به غلط تقولون حن نتعبت الله حن نتقرب إلى الله بهذه الصرفات نقول العبادة بكل متعلقاتها توقفية على ماذا هذا الدليل الشرعي هل هذا غلط عندك ذكر الله يكون غلط عندك أتريد أن تقول لن يعمر الله تبارك وتعالى بذكره والتهرق هذا كما رأيت الناس يذكرون لا يتهرق يتهرقون إنما فنوا في ذكر الله إذا فن الإنسان في العبادة ينسى نفسه بنفسه حتى لا يرى نفسه والفناء مقتوب في كتب علمائكم لسي مع ابن تيمية وابن كييم الجوزية داني أنا أقول لك داني أنا أقرأ لك شيء في هذا الكتاب المسمى مدارج السالكين بين منازل إياك نأبد وإياك نسبئين لأنك لا تعلم هذا الكتاب هذا الكتاب كتاب أحد من علمائكم داني أنا أدأ للمقطع صحيح الصريح فكل عبادة ليست متعلقة بدليل شرعي صحيح وصريح ليست بعبادة وهي بدأة يروا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل المسجد ووجد أناس متحلقين بدوائر وفي المنتصف رجل يقول لهم قولوا سبحان الله ثلاث ثلاث مرة والحمد لله بصوت مرتفع مثل هذا المقطع فقال لهم عبد الله بن مسجد رضي الله عنه لأنتم أحدى من أصحاب رسول الله أو أنكم ألا ضلالة ما في خيار ثالث هذا الفعل لم يفعله الصحابة وأنتم تفعلونه هل أنتم أهدى من الصحابة لا أجل أنتم ألا ضلالة فقالوا يا عبد الله بن مسعود نحن نريد الخير فقال لهم كم نريد للخير لم يجده فالعبادة ما يبأحس أظن على الأهواء العبادة متعلقة بالنص الشرعي توقيفية على القرآن والسنة إني قلت لا أيها الوهابي وهذا الزكر كالف الكتاب والسنة إنك هل هذا الزكر كالف القرآن والسنة إنك لا إنما هؤلاء الناس الذين تروم يتحرقون أجسامهم بذكر الله إنما فنوا في ذكر الله فنوا والفناء كما قلت بداية وعانفة موجودة في كتاب الإسلام في كتب الإسلام حتى في كتب علمائكم الفناء موجود يقول ابن كيم الجوزية وقال وقال زنون وقال زنون لكل شيء أقوبة وأقوبة الآرف إنكطاؤه عن ذكر الله هؤلاء الناس الذين دائما يلتمسون مجالس الزكر ويذكرون الله أقوبتهم إنكطاعاً ذكر الله إذا إذا لست من أهل الزكر لا تشعر بشيء لا تشعر بشيء لا تبالي بذلك وهؤلاء الناس داموا منذ بداية نشأتهم على ذكر الله ولذلك لن لا ولا ينقطعوا سرمداً وأبداً أنذكر الله لن ينقطعوا أنذكر الله إنكطاؤوا أنذكر الله عندهم أقوبة عندهم أذاب فوق الأذاب أنت لا تعلم ذلك هذا دليل في كتاب علمائكم هم الذين يقول ابن الكييم الجوزية أنهم قال أبو سليمان الداران إن الله تبارك وتعالى يفته للآرف على فراشه ما لن يفته له فهو كائم وهو كائم يسلي وقال غيره الأعرف تنطق المعرفة على قلبه وهاله وهو ساكت هؤلاء الناس المعرفة معرفة الله تنطق على السنتهم لما كانوا عليهم من الجذبة والفناء والبكاء في عبادة الله في ماذا في عبادة الله أي و إذا وصلت إلى السفحة إلى السفحة خمسة مئة تمام تدرك يعني يعني بابا درجات الفناء ابن القيم للجوزية يقول إن للفناء درجات وهتى قسمها على سلاسي درجات قسمها على سلاسي درجات الدرجة العولى فناء المعرفة في المعروف وهو الفناء علما سم فناء الثانية إنما وصل إلى فناء العولى قال وهو غيبة العارف غيبة العارف بمعروفه عن شعوره بمعرفته ومعانيها فيفنى أو فيفنى به سبحانه العارف بالله الزاكر بالله لما كان يذكر الله سبحانه وتعالى يفنى في ذكر الله حتى لا يرى نفسه هذا الفناء إذا فن الإنسان يتحير لما كان عليه من زوق الإبادة لما كان عليه من زوق ذكر الله حتى ينسى نفسه يتهرك هو موجود لكنه لا يرى نفسه وهذا العلم لا تعرفون يا أيها الوهابية أنتم لا تعلمون إلا الزواهر هذا العلم منكر عندكم هذا العلم منكر عندكم أيها الوهابية ليس لكم إلا علم الزواهر وكل من جمأ بين هذين العلمين فكر باد في حياته فوضا عزيمة ومن تكلأ ومن تكلأ عنهما فكر كسر قسران المضيلا إذن أيها الوهابية أنا محمد المشتبة من نيجيريا تسأل عن الدليل أن كون هؤلاء الناس الزاكرين الله على ذكرهم بهذه الصفة الموسوفة وعطيناك بالحجج والبراهين موسيقى موسيقى موسيقى